شجر احتلمت أفتاه بعض الناس بوجوم الهرس اغتسل فمات فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتله الله هل لا سألوا إذا لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين مشاهدين الكرام تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذا اللقاء والفضاء اليومي من برنامج الإفتاء هل لا سألوا الذي يأتيكم على شاشتكم غلطة القرآن الكريم باسمكم جميعا ورحب بشيخ الفاضل الدكتور سعيد بوزري فحيكم الله سيدي كريم أهلا وسألوك مرحبا ونحيكم ونرحب بكم ونقول لكم تحيات أسرة الخدمة جميعا بقيادة المخرجة نهى ونتواصل معكم أيها الحباب الكرام في استقبال مكالماتكم وتلقي أسئلتكم على الأرقام الهاتفية في تلقيها الزميل عبد المنعم سفر واحد وعشرون سبعة وثلاثون اثنان واربعون سبعة وثمن بعد بياني موضوع لقاء العدد إن شاء الله نتلقى يقول مولانا تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال فالسنة الإلهية أن تغيير الله تعالى على عباده لا بد أن يسبقه تغيير منهم فإن غيروا للخير غير الله ما هم فيه للأحسن وإن غيروا للشرق سلبوا النعمة وحلت بهم النقمة وسنة التغيير الإلهية تجري على البشر جميعا أفراد وجماعات دكتور سعيد ولنا وقف مع الآية الكريمة ومع السنة الإلهية سنة التغيير بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله معاشر المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله ما بأنفسهم هذا العنوان هو جزء من الآية رقم 11 من سورة الرهد وهي الآية الراعدة هذه الآية الراعدة يقول فيها ربنا جل جلاله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ربنا عز وجل وعدنا ووعده الحق أنه سيغير ما بالإنسان ما بالفرد وما بالجماعات وما بالأمم والشعوب إذا أراد ذلك الإنسان أن يتغير إذا أراد ذلك المجتمع أن يتغير إذا أرادت الأمة أن تتغير فالله عز وجل تكفل بتغيير ما بواقعنا فالله عز وجل قد تكفل والتزم بتغيير ما بواقعنا من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن إذا حققنا مراده إذا التزمنا نحن بتغيير ما بأنفسنا هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآية وإليكم التفصيل سنة التغيير جارية في الإنسان جارية في الأمم جارية في الجماعات والشعوب متى نريد التغيير أو بمعنى آخر متى تكون الحاجة إلى التغيير إذا ظهرت بعض الأمارات في حياة الإنسان أو في حياة الأمم أذكر على سبيل المثال إذا كان الإنسان بعيداً عن الله مفرطاً في واجباته الدينية مضيعاً لالتزاماته هذه مؤشرات تدعو الإنسان إلى ضرورة التغيير لتقريب الفكر الأذهان فحياة الإنسان مثل لوحة السيارة أو العربة اللوحة الأمامية لطابلت بور إذا كان هذا التابلت بور يعني هذه اللوحة الأمامية في السيارة يعني أرسلت لوناً أحمر فكأنها تقول لهذا السائق توقف لا بد أن تراجع ما في السيارة من خلل ونحن أيضاً في لوحاتنا الأمامية إذا ظهرت هذه الأمارات الحمراء البعد عن الله علامة حمراء التفرة في الطاعات والعبادات أمارة حمراء أكل حقوق الناس علامة حمراء العدوان على حقوق الإنسان أمارة حمراء عقوق الوالدين علامة حمراء هذه العلامات قطع الأرحام أمارة حمراء إذن هذه بعض الأمارات فإذا ظهرت هذه الأمارات في الإنسان لابد أن يقف وقف من أجل التغيير ليتغير من هذا الوضع إلى وضع آخر إلى وضع حسن ومن وضع حسن إلى وضع أحسن على مستوى الأمة إذا كانت هذه الأمة متخلفة متخلفة اجتماعيا متخلفة اقتصاديا متخلفة حضاريا هذه أمارات تدفع الأمة إلى أن تراجع مواطن الخلل في حياتها وأن تعمل على التغيير لأن سنة التغيير تجري على الأفراد كما تجري على الجماعة وعلى الأمم على مستوى المجتمع إذا كان المجتمع يعاني من التلوث أو ساخ نفايات طرمة في كل مكان هذه الأمة أو هذا الشعب أو هذا الحي أو هذه المدينة أو هذه القارية بها خلل يقينا تحتاج إلى أن تتغير ولكن على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعات هذه بعض الأمارات أو دواعي أو مؤشرات التغيير نأتي الآن إلى مجالات التغيير مجالة التغيير كثيرة أين يكون؟ المجال الأول مجال القناعات تتغير القناعات كلما تغيرت القناعة من إلى كلما حدث التغيير لأن الإنسان يتغير حسب قناعاته فما يصدر منه من تصرفات ومن سلوكات هي ثمارات أفكاره وقناعاته إذلك هذا مجال أساس مجال القناعات تغيير القناعات تغيير الأفكار هناك من يحمل في ذهنه أفكاراً ميتة أم أفكار ماتت يعني ليس فيها علامات الحياة هذا الإنسان لا بد أن يتخلص من هذه الأفكار وهناك من يحمل أفكاراً قاتلة هناك من يحمل أفكاراً قاتلة أفكاراً مدمرة إذن هذا أيضاً يحتاج إلى أن يغير هذه الأفكار لأنها قاتلة لأنها مدمرة يتحول ويعمر عقله بالأفكار الحية التي تبني ولا تهدم التي تجمع ولا تفرق التي تقرب ولا تبعد هذه الأفكار التي تبني الحضارات ولا تدمر الحضارات وهذا إذن مجال آخر المجال الآخر هو مجال القدوات القدوات هناك من يضع في حياته قدوة معينة فيقتدي به يحتذي به ربنا قال في القرآن الكريم لقد كان لكم فيها رسول الله أسوة حسنة إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أسوة العليا قدوة العليا اجتمعت فيه ما تفرق عند غيره من النبيين والمرسلين يقتدي به الإمام يقتدي به المعلم يقتدي به المربي يقتدي به الأب والأم يقتدي به القائد يقتدي به الحاكم يقتدي به القاضي فهو قدوة العليا بعد النبي صلى الله عليه وسلم لنا قدوات كل من له قدوة أو مجموعة من القدوات فمن وفق إلى الاحتذاء بالقدوات الصالحة نقول له طوبلك ومن لم يوفق يقتدي بالقدوات السيئة فهذا يحتاج إلى تغيير لابد أن يتغير إذن مجالة التغيير كثيرة والنقطة الأخيرة لا يمكن أن يتحقق هذا التغيير ولا يمكن أن يكون فعالا إلا إذا انطلقنا من هذا العنوان ما بأنفسهم فالتغيير الحقيقي الفعال هو الذي ينطلق من النفس هذه النفس لا يعرفها إلا خالقها جل جال له والذي قال في أي القرآن ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إذن هذه النفس تحتاج لتتغير تحتاج إلى التزكية فالمنطلق إلى التغيير هو النفس هذا هو المنطلق الحقيقي لتتحقق هذه الفاعلية المرجوة وفي الوقت نفسه هذه النفس لا بد أن نستعين بالوحي الطاهر هو الذي يرينا ويرشدنا إلى طريقة التعامل مع هذه النفس لأنها صعبة معقدة جدا أول جريمة وقعت في الدنيا بسبب النفس فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله قابيل قتل أخاه هابيل نفسه هي التي طوعت له أول جريمة وقعت فوق الأرض في حياة بني آدم فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله إخوة يوسف فسولت لهم سولت لهم أنفسهم في الآية 18 على لسان يعقوب قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون لأن النفوس هي التي سولت لإخوة يوسف لقتل لإيداع شقيقهم يوسف أخيه يوسف في البئر في غيابة الجب إذن والأمثلة كثيرة تترى إذن هذه النفس لا يعرفها إلا من خلقها في صورة الجمعة الآية الثانية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم ويعلمهم الكتابة والحكمة فالتعليم ينصرف إلى الرؤوس والتزكية تنصرف إلى النفوس فإذا امتلأت فهذه الآية الراعدة من صورة الرعد الآية أحداش آية تهزنا جميعا من أجل تحقيق هذا التغيير المنشود إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فإذا اجتهدنا في تغيير ما بأنفسنا أفرادا وجماعات سيتغير حالنا إلى أحسن حال بارك الله فيك شيخنا جزاك الله كل خير ونبدأ على بركة الله في الإجابة على الأسئلة وقبل ذلك نتوجه بمواسات والعزال لأختنا زينة في لغة الإشارة في فقد وفاة وليدها نسأل الله على الرحمة والمغفرة يارب العالمين الله مغفر له ووسي عليه ورزق الجنة آمين اللهم يربي أسكنه الفردوس الأعلى اللهم يربي الهم ذويه الصبر والسلوان واليقين والإيمان بقضائه وقدره إن لله وإن إليه راجعون رحمة عليه وعلى مؤت المسلمين أجمعين شيخنا نبدأ بما ورد إلى البرنامج من أسئلة مع أحمد منت المسان الذي يسأل ويقول ما حكم الدعاء في الرقو يا أخي أحمد هذا السؤال سؤال مهم لأن بعض الناس يكثرون من الدعاء في الركوع نبينا صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الصحيح أما الركوع فعظموا فيه الرب هذا حديث من نبي صلى الله عليه وسلم وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء هذا الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب نقول سبحان ربي العظيم سبح القدوس نعم سبح القدوس نعظم فيه الرب كما ورد في متن هذا الحديث ولكن في السجود وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالاجتهاد في الدعاء وهذا الحديث يكمل ويشرح الحديث الآخر حيث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد فيه أقرب إلى ربه أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد نعم وهو ساجد فأمرنا بالاجتهاد في الدعاء نكمل الجواب بعد استقبال محمد من العاصمة برات الله فيك محمد محمد من العاصمة تفضل أخي نعم وعليكم السلام يا محمد عندي سؤالين للأخ الأستاذ سعيد تفضل تفضل محمد سؤال أول هل الدعاء يغير القضاء أم لا نعم سؤال ثاني تفضل واصل يا محمد هذا سؤال ثاني في البراث نعم أما يعني منفرد يعني مقطوع يعني كم كانها لا كم يقولوا ليس لها أصل ولا فرح وخلت ورث عند أولاد أخوها ثنين وعند أخوها من أخوها عند أثلاثها زوج الزكور وحدا إنس كيف تفضل الميراث لتعلى العمى هذا ما كان أبناء 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 أخ فمسوال تعودوا عندها ثلاثة أبناء أخ وثنين بنات وزوج الزكور وطفلاء وإن أخوها فقم الميراث لتعلى العمى الطفلاء مع العمى خلت لولدين ولا لا نعم والديها ما حيين ولا لا ما ميسي ميسي مقطوع ما مكنش يعني ليلى لا إسانها أصل ولا فرح نعم واضح إن شاء الله شكرا مع السلامة محمد طيب تكمل مع أحمد أو نمر إلى سؤال آخر شيء نعم إذن موضوع الدعاء في الركوع إذن قلنا العمل بهذا الحديث أو بالحديثين المذكورين فالإمام مالك رضي الله عنه إمام دار الهجرة يرى كراهة هذا الدعاء يرى كراهة الدعاء في الركوع ولكن من العلماء من قال بخلاف ذلك منهم الإمام البخاري الذي يقول بجواز الدعاء في الركوع عملا بالحديث الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يدعو في الركوع دعا في الركوع أنه عليه الصلاة والسلام دعا في الركوع هذا الحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه وإضافة إلى حديث آخر خرجته يعني روته أم عائشة رضي الله عنها إذن فمذهب الإمام البخاري يقول بالجواز ومنهم أيضا هناك من فقه من ذهب مذهب الإمام البخاري ولكن الإمام أحمد قال الإمام مالك رضي الله عنه عن جميع الأئمة قال بخلاف ذلك قال بكرهة الدعاء الذي ننصح به أن الإنسان يكثر من الدعاء في سجوده للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكثراتها وتواطرها المعنوي فله مجال في الدعاء أقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو الساجد في النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا الاجتهاد في الدعاء فذلك أولى وإذا أخطأ ودعى في الركوع فصلته صحيحة ولا تبطل طيب سليمان من العاصمة يسأل هل تتعدد الكفارات بتعدد الأيمان يقول نعم أخ سليمان الحقيقة هذا السؤال له تفريعات يمكن أن يحلف الإنسان على شيء واحد بعينه على شيء واحد بعينه مرات عديدة العديد من المرات يحلف على شيء واحد بعينه ولكن مرات عديدة يعني يكثر من القسم على ذلك الشيء بعينه فهذا يعتبر له كفار واحد لماذا؟ لأن تلك الكفارات أو تلك الأيمان المتعددة عبارة عن تأكيدات تأكيدات اليمين الأولى فإذا نوى ذلك فتعتبر في حقه كفار واحدة أما إذا تعددت ولكن دير العكس حلف بيمين واحدة على أشياء كثيرة مثلا يقسم بالله ألا يفعل كذا شيء مستقل وكذا 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 فيضيف مع ذلك الشيء الأول بعض الأمور يعني حالف بيمين واحدة على أشياء متعددة فهنا أيضا كفار واحدة كفار واحدة تجزي للمألئ اليمين واحدة والأشياء تعددة أو متعددة كثيرة فييمين واحدة تجزي وبها تبرؤ ذمته أما إذا تعدد الأيمان مع تعدد الأشياء كأن يقسم مثلا بالله ألا يدخل هذه الدار بعد ذلك أقسم بالله ألا يسافر خارج الوطن بعد ذلك أقسم بالله ألا يبرم عقدا أو ألا يجدد عقد الإيجار مع المستأجر يعني نلاحظ في هذا المثال أن الأيمان متعددة والأشياء التي أقسم من أجلها أيضا متعددة فهنا فتتعدد الكفارات بتعدد الأيمان لأن هناك تعدد الإيمان مع تعدد الأشياء التي تم القسم من أجلها فهنا تتعدد هذه الكفارات والكفارة طبعا موجودة في سورة المائدة الآية 89 إما يطعم عشرة مساكين فإذا ذكر العدد في القرآن أو في السنة فالعدد معتبر يعني لا يطعم مسكين واحد عشر مرات لا يطعم عشرة مساكين ماشي ثمانية ماشي تسعة ماشي واحد وإذا لم يقدر الكسوة وإذا لم يقدر لم يستطع يصوم ثلث أيام متفرقات أو متتابعة ماشي تجوز الصلاة بالحنة في الرأس أعادي السؤال يأمزكي أعادي السؤال هل تجوز عادي السؤال التي أرضها هل تجوز الحنة بال besonders بالاصلاة الحنة تكون فراز نعم الصلاة الوضوء والصلاة فيها واضح إن شاء الله شكرا طيب نواصل في الإجابة على ما ورد من أسئلة للبرنامج بالنسبة لأخار بالحق يسأل عن زكاة الشقاق المؤجرة كيف تكون زكاة فيها اسمه الأخ أخ عبد الحق الأخ عبد الحق الشقاق المؤجرة يعني فهمنا من كلامك أن هذا الإنسان أو أنت سائل عندك شقاق زابارتمو شقاق تؤجرها وتستقبل مبالغ إيجار طبعا تختلف هذه المبالغ باختلاف هذه الشقاق في كل بعد ما يعني يزكى ما ناتجا عنها من أموال إذا كان عندك شقاة مثلا تكريها بخمسمائين في شهر وشقاة أخرى ببربعة ملايين والأخرى ثلاثة ملايين إلى آخير مجموعة هذه الأموال الناتجاة عن هذا الإيجار إذا بلغت النصاب إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول تزكى ولكن إذا لم يبلغ عليها النصاب فلا تزكى وإذا لم يبلغ يعني ما نتجا عن هذه الشقاق المؤجرة لم يبلغ حد النصاب ولكن إذا أضيف هذا المبلغ إلى ما يملكه صاحب هذه الشقاق يسمى المؤجر عنده مبلغ آخر عنده إما في بيته أو في حسابه البريد أو في حسابه البنكي فيزكي لماذا؟ لأن مبلغ الإيجار هي مصدر من مصادره بعض الأموال يعني تحصل عليها بعرق جبينه عن طريق العمل وبعض الأموال جاءت عن طريق الإيجار فتجمع هذه الأموال فإذا بلغت النصاب تزكى في كل عام لماذا؟ لأن الذمة المالية واحدة الشخص واحد عنده أموال اكسبها من العمل وعنده أموال تحصل عليها عن طريق الإيجار فالذمة واحدة واجبت الزكاة بتحقق الشرطين بلوغ النصاب وحولان الحول بارك الله وفيك نسمع إلى أم فاطيمة من تيارت أم فاطيمة مرحبا السلام عليكم الأخ محمد وعليكم السلامة وعلى السلام على الشيخنا الكريم لمنه نستفيد إن شاء الله يا ربي المهم أخي محمد الشيخنا الكريم إن شاء الله يا ربي يفيدني بهذا السؤال واحد فقط عندي على اليوم المستحب هو منشعب ليبح يوم 27 أو 28 أو 29 أنا يبلي بالليبح 27 إن شاء الله يا ربي يوم مفضل الإسراء والمعراج اليوم المبارك هذا الوحدة باية يصنف فيه ويدعي فيه الله عز وجل المهم يجاوبني عليه وين تاليوم التاعو أنا ذكرني دير الحساب اللي 27 والله أعلم طيب فاطيمة نتعرف أولا هل هذا اليوم نخصه بعبادة ولا لا ومن ثم يكون تعيين هذا اليوم متى واضح؟ نعم إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يا ربي بارك الله فيك شكرا طيب مع الأسئلة الوالدة شيخنا بالنسبة للأخت السائلة تقول أنها تأتيها عندها كثرة الغازات مما سبب لها وسواس في الصلاة والوضوء كذلك وتقول أننا مقبلون على شهر رمضان فهل أذهب لصلاة الترويح وأنا على هذه الحالة؟ نعم يا أختي السائلة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أنت مصابة بهذا الأمر بكثرة الغازات فلا حرج عليك هذه شريعتنا ميسرة يسر ولا تعسر ربنا يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يعني بدخول وقت الصلاة توضعي وضوءا واحدا ثم مثلا تصلين العيشة وهي الفارضة بعد ذلك يجوز لك أداء كل الصلوات الأخرى قيام الليل في رمضان وصلاة الشفع والويتر بذلك الوضوء مدام عندك ما هذا يسمى بسلس الريح في حرج لو كان الإنسان في كل ما كل ما يخرج منه هذا الريح يعني يقطع صلاته ويعيد الوضوء أو الصلاة لكان في ذلك أولا حرج شديد على الإنسان المصلي وربنا رفع عن الحرج ربنا يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج والأمر الثاني أن هذا السلس يتحكم في صاحبه يتمكن من صاحبه كل ما الإنسان يأخذ الرأي أنت على الوسوسة يسمع له يقول لي يشد فيه كثر يقول لي حتى كما تخرج الغازات من بطنك يتخيل لك أنه خرج منك الريح تقول لي تعيش في الوسوس والوسوس هذا أحسن طريقة فاعلة للتخلص منه هو عدم الانتباه له التفات إليه عدم الالتفات إليه والالتفات إليه والتركيز عليه هذا يديمه ويجعله يتحكم فيك لذلك يدخل وقت صلاة سمعتي الأذن توضي وفرات صلي صلاة الفارضة صلي النافيلة ديري قيام الليل إن شاء الله في رمضان القادم اللهم بلغنا رمضان والسلام من بعد في الفجر تعود الوضع لأداء الرغيبة وأداء صلاة الفارضة الفجر أو الصبح والسلام وإن شاء الله تعالى وجرب الكثير يعني هذا الأمر بعدما وتخلص منه نهائيا خاصة ما يتعلق بسلس الريح يعني خروج الريح وما شابهه طيب نواصل في الإجابة بالنسبة لأخساء الكمال يقول أن الوالد رحمه الله أفطر سنة ثمانين وسبعين تسعمائة وألف شهر رمضان كاملا وقد أفطره متعمدا فيسأل عن الحكم بعد وفاته نسأل الله له العفو والمغفر يا رب آمين والله انتهاك حرمة رمضان عمدا هذا إثم كبير الوالد الآن مات رحمه الله نشكرك على سؤالك وهذا الأمر يمكن أن يجبر كالآتي كل يوم افطر فيه ثلاثين يوم يعني تكفير عنه كفرته ستين إما ستين يوما صياما أو ستين مسكينة بدأ ما هو مات تخرج عنه هذه الفدية الفدية الأصلية مع فدية التأخير لأنه من ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين فعدد الأيام كان نضرب وثلاثين في ستين نلقى ألف وثمانمائة ألف وثمانمائة ألف وثمانمائة يوم هذه نضربها على مئة دينار ومئة دينار هذه هي نتاج فديتين فدية افطار رمضان نقدرها بخمسين دينار فالمسألة اجتهادية نتاج كفارة أو فدية خمسين دينار كفارة كفارة وفدية نعم وزائد خمسين دينار يعني التأخير فدية التأخير لأنه في تأخير عن سداد يعني أو قضاء هذه الأيام أو هذه الكفارة المجموع إذا ضربنا ألف وثمانمائة في مئة دينار الناتج هو مئة وثمانين ألف دينار مئة وثمانين ألف دينار يعني ثمانتاش مليون سنطيم وهذا المبلغ نقسمه على ستين ستين مسكينة لأن العدد أيضا معتبر كنقسمه على ستين مسكينة الناتج ثلثالاف ثلثالاف دينار لكل مسكين ثلثالاف دينار لكل مسكين هذا هو الحد الأدنى الذي يجزئ وإذا قدمتم أكثر فذلك أحسن لأن الوالد رحمه الله أفطر شهرا كاملا عمدا أمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم المية وخمسين هذه شيخنا نضربها في ستين مسكين تحسب في ستين مسكين مية وخمسين دينار في ستين مسكين إذن حوالي تسعلاف تسعلاف دينار عن كل مسكين نعم مدى مثل ثلاث في ثلاث هذه هي تسعلاف تماما إذن الجواب بعدما بينا دمره ماته لكان حي يقضي يقضي عنده قضاء وعنده كفارة وفدية التأخير ثلاثة إذن إذا قدرنا كل واحدة بثلاثة دينار مضروبة في ثلاثة تولي تسعين ألف دينار عن كل لكل مسكين تسعين ألف دينار لكل مسكين وعدد المساكين كما أسلفنا العدد هو ستون مسكين والعدد معتبر ونسأل الله أن يغفر له آمين يا رب العالمين طيب يقول أخ سائل كمال أن الوالد مات في حادث مرور وشركة التأمين منحت مبلغ 12 مليون سنتيم للوالدة وقمنا ببناء مسكا بهذا المال الذي جاءنا عن طريق تأمين فهل الورث حق في هذا المال أو لا؟ يا أخي الكريم مدم هذا المبلغ قدم للوالدة لأنها من ذوي الحقوق فلا يقسم قسمة التاركة فهذا حقها إذا تلازلت عنه أو عن بعضه بمحظ إرادتها وبخالص إرادتها فذلك أمر جائز مباح وإذا لم يكن ذلك فهذا حقها شرعا وقانونا بارك الله فيك طيب محمد من عاصمة يقول هل الدعاء يغير القضاء؟ نعم هل الدعاء يغير القضاء؟ ربنا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فالله التزم باستجابة الدعاء واستجابة الدعاء تكون بإحدى الصور قد تكون الاستجابة فورية وقد يرجع الله الاستجابة إلى وقت يريده لحكمة أرادها قد يؤجل الاستجابة وقد يرجع ذلك ويؤخره إلى الآخرة فيجده الداعي محفوظا له في الآخرة وقد يدفع به القضاء لأن الله عز وجل قادر على كل شيء لما ورد في آي القرآن وهذا رأي فقهي معتبر لما ورد في آي القرآن على سبيل المثال في الآية 82 من صورة ياسين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ونحن مأمورون بالإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره فإذا نزل القضاء مرحبا بما كتبه الله علينا أو لنا ولكن هو قادر على أن يغير ما يشاء بالنسبة للمحمد بن العاصمة يسأل عن هذه المرأة التي ماتت وليس لها إلا ثلاث أبناء من أخ شقيق وبنتين كذلك من أخ شقيق فيسأل عن الميراث لهذه العمى رحمه الله من يلث؟ الأخ محمد هذه العمى التي ماتت عن هؤل الورثة المذكورين فأبناء الأخ الشقيق يستأثرون بالميراث ويقسم على عدد الرؤوس لأنهم عصب بالنفس الأبناء فقط أما البنات سواء كانت بنت واحدة أو أكثر لا يرثنا ولكن الميراث يقول كله إلى أبناء الأخ الشقيق باعتبارهم عصب بالنفس طيب نستقبل التصالات ومكالمات الأخوة والأخوات دائما على الرغم الهاتفي 021-37-42-87 021-87 المعنى الاتصال نعم معنى الاتصال من بيتنا نعم بالقاسم من بيتنا تفضل نعم يا بالقاسم أهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ عندي سؤال او سؤالين فيما خص الميراث عندي اخت الشايب الله يرحمها توفاتي اسمه قبل الشايب وهي اخته من باباه ماشي من باباه مو ولكن دركي اسمه هي توفات قبله واخرين يقولوا لي بلي كاعدت وفات قبل باباه كما عندهاش يسمى مولادها ما عنده مش حق باش يوهدو واخرين قالوا لي عندهم حق ذلك كما فهمتش يعني كذا خطر كان الارض يسمى فيها زوج قطارات وزوج قطارات هذا القطار واحد يسمى حسب الوثيق شريع باباه والقطار واحد يسمى انتع الاجداد انتع الجد وهي يضرق الارض هذي يسمى كما نقولوا الارسام وكستيرا نحاولهم الارسام لكن الارض هذي تبعت تبعت تسمى باللي شريع باباه وباللي انتع الاجداد اذا كان ولدتها با يسمى عندهم حق باش يوهدو يعني كيفاش يسمى ينخرجوا لهم حق في هذا الظرف هذا ومنطى بنينا مثلنا احنا مؤخرا السكن فيها ودرنا فيها جنان ودرنا فيها صورة سمعني يابل القاسم لا يرضى لي هذه اللي ماتت راك تسأل على حقها من ابيها مش من اخوها قلت لك هذه اللي ماتت عمتك عمتي عمتي طيب راك تسأل على ميراثها من باباها مش ميراثها من اخوها اها من باباها وانما توفات قبل بابا نشوف تراش يعني يتسمى خاطر يقول الاخرين باللي يتسمى مادم توفات قبل باباك يسمى باباك يورفها ما عندها شاق يسمى ولادها ما عندها مش حق باباها مات بعدها مات بعدها نعم نعم وقتش ماتت هي ماتها وقتش ماتت واش من العام يعني ماليش نسمع مليح الشيخ الشيخ يسأل الشيخ يسأل قال لك واش من عام ماتت العمه هي ماتت من بين ثمانين وثلاثة وثمانين هكذا نعم والوارثة اللي خلاتهم اش كون الوارثة اللي خلات الوارثة خلت اخرين اتسمى كينين زوج على قيد الحياة وكينين اخرين ماتوا اتسمى عندهم ولدتهم نعم واضح ان شاء الله طيب واضح اخويا بالقاس ان شاء الله بارك الله فيك جزاكم الله وخير شكرا جزيلا طيب محمد اجبنا الى ام زكي من تلمسان الشيخ عن حكم الحنة في الرأس اثناء الصلاة هل تؤثر على الصلاة؟ نعم يا ام زكي اولا الحنة في الرأس تجوز به الصلاة فالحنة يعني طاهر نعم ليس نجسا لا نجسة فيه بمعنى مدام توضيت ودرت الحنة صلي ما تشائين من الصلوات بالحنة ولكن الوضوء هنا اشكال الوضوء الوضوء لازم الوضوء يوصل الى الاعضاء التي امرنا بغسلها الاعضاء القرآنية خاصة هذه بالنسبة للاركان هي الاعضاء القرآنية التي وردت في الاية السادسة من سورة المائدة وفي الاية ثلاثة وربعين من سورة النساء ايات التي وردت يعني الاعضاء القرآنية ولكن كدير الحنة في الراس اشكال في الوضوء مدام هو حائل يمنع وصول الماء الى الشعر واذا كان عندك منطقة معينة ما فيهاش حنة لك ما خرج فقهي هنا لان الله عز وجل حينما قال وامسحوا برؤوسكم فالباء هنا قد تفيد التبعيض بمعنى بعض الرأس يجزي بعض الرأس يجزي حنعرف كين وصول المسح الرأس ندلوها كذا يعني من مقدمة الرأس من منبت الشعر العادي الى القفاء الى نهاية ثم العودة ولكن اذا لم يتيسر ذلك فعملا بهذه الآية وما ذهب اليه بعض العلماء في فهمهم للباء فحرف الباء يفيد التبعيض ويفيد الإلصاق ويعني يفيد معاني عديدة من معانيها التبعيض فاذا تحقق هذا المقصد اي وصل الماء وصل المسح تم المسح لبعض الرأس فبعض الرأس يجزي عمل بهذا الرأي برك الله فيك نستمع الى ملكة من عامة نعم ملكة من عامة فضلي ما هو الاستغفار الصحيح لتقييد الأقضاء أعيد السؤال ما فهمنا السؤال يا ملكة السؤال ما هو الاستغفار الصحيح لغير الأقدار لغير الأقدار الأقدار نعم نعم شكرا برك الله فيك شكرا طيب فاطمة من تيار تسأل عن اليوم المستحب هكذا سمت لا أم فاطمة ولا فاطمة لا لا فاطمة هذه متصلة دائما برنامج نعم اليوم المستحب للإسراء والمعراج هل يكون فيها عبادة وتسأل متى تحديدا تكون ذكر الإسراء والمعراج ولن بالنسبة لذكر الإسراء والمعراج إن شاء الله ؟ يوم الأحد سبعة وعشرين سبعة وعشرين رجب Tools سبعة وعشرين رجب سبعة وعشرين رجب pewn short احد يكون ستة وعشرين يوم الأحد ستة وعشرين رجب السبعة وعشرين ف Verdari هكذا إن شاء الله تعالى يعني ذكر الإسراء والمعراج تكون إن شاء الله يوم الأحد ستة وعشرين عذر الشيخ نعم أنا نشوف تطبيق وزارة الشهود الدينية تطبيق الأذان أن الدكرة سبعة وشين رجب يوم الاثنين يوم الاثنين طيب إذن أعيد عملا عملا بهذه تطبيق الرسمي لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف يكون تكون ذكرى الإصالة والمعراج يوم مل اثنين سبعة وعشرين رجب الموافق لثمانية وعشرين فيفري هذا اليوم هذا بنسبة اليوم أما سؤالك عن صيام نخط مكالمة ونعود الشيخ نعم يبدو أننا فقدنا اتسارنا بجميلة من البويرة نعم نعم فقدنا اتسارنا بجميلة طيب هل يخص بشيء من الذكر بشيء من العبادة بشيء من الصلاة الصيام غير ذلك لا يا أختي فاطمة لا يمكن تخصيص هذا اليوم يعني ذكرى الإصالة والمعراج بصيام إلا صوما يصومه الإنسان إلا إذا كان صوما عاديا هو يوم هو يوم الأثنين حي يوم الأثنين إذا درتينية صيام يوم الأثنين فهذا أمر مستحب اخترته يوما من الأيام التي يعني يستحب فيها الصيام يوم الأثنين يوم الخميس أما لم يرد نص شرعي بتخصيص يوم الإصراء والمعراج بصيام إذا ما تديريش النية صيام يوم الإصراء والمعراج لا هذا لا يصح ولكن تديري نية صيام الأثنين هذا صحيح لا لا تخصم لا يخص هذا اليوم بعبادة معينة لا صيام ولا غيرها نعم طيب بالنسبة لسؤال بالخاسم من بات نوقف ذاك عندنا تتصال من المثيلة من معي نعم؟ نعم نعم هاجر من المثيلة نعم نعم يا هاجر السلام عليكم وعليكم السلام أستاذ لده كشترع السيخ السلام عليكم الحمد لله يا هاجر السيخة 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 كيف يقول عندي سؤال حاول مثلا أن يتحرق في الوضع أو يتحرق أنا لم تتحرق أنا لم تتحرق ما لم تتحرق سيكون مقدمة الرأس فقط أعني هل هذا جائز؟ لا لا أعني؟ واضح إن شاء الله أخلاص شكرا يا هاشر طيب بلقاسم باتنا يسأل عن ميراث عمته من والدها الذي مات بعدها نعم يا أخي بلقاسم حينما ماتت هذه العمة يارثها ورثتها مما تملك هذه العمة إذا تركت تاركة سواء كانت قليلة أو كثيرة لأن الله عز وجل يقول مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا صورة النساء الأية السابعة طيب ففارضتها واضحة أبوها يارث السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وإذا تركت زوجها زوجها يارث الربع لوجود الفرع الوارث والباقي يأول إلى أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين كمنا الآن فريضا تع العمة التي مات قبل أبيها ولكن بعد ذلك مات هذا الأب مات هذا الأب وطارك أولادا أو أولادا واحدا وطارك أولاد الأخت أولاد البنت أولاد البنت هنا هناك حلان أحسنهما العمل بمقتضى الآية مية وثمانين من سورة البقرة يعني خاصة لكن هؤلاء الأولاد ما عندهمش يعطي لهم يعطي يعني لذكر الأعمام يعطي لهم هكذا وإذا أوصل أب إذا أوصل أب قبل وفاته لأولاد ابنته التي ماتت قبله تطبق وصيته لقوله تعالى من بعد وصية توصون بها أو دين الآية 12 من سورة النساء اتفقنا أما إذا لم يوصي هنا ننصح هؤلاء الأولاد أن يعطوا لأولاد هذه البنت التي ماتت قبل أبيها عن طريق الهيبة أو عن طريق التنزيل لماذا سألناك عن التاريخ أنت قلت ماتت بين سنة 1980 و 1983 هنا لا يمكن تطبيق مقتضى القانون لأنه لا رجعية لا يمكن أن تطبق المواد القانون بأثر رجعي فالقانون لا يطبق بأثر رجعي بعد 84 يعني بالضبط يعني 9 جوان يونيو 1984 صدر قانون 84 متعلق بقانون الأسرة يعني كل الحالات التي حصلت بعد هذا التاريخ يعني بعد جوان 1984 تطبق المادة 169 إلى غاية المادة 172 يعني أربع مواد 169 171 171 173 من قانون 84 وهنا لجوه المعدل المتمم هنا تطبق بقوة القانون هنا لقالولهم ما يسالوش لذلك قالولك ما يسالوش نعم لقالولك ما يسالوش من ناحية القانونية خاصة عندهم الحق ولكن سبقت الجانب الشرعي وأشرت إلى الآية 180 وهذه في كثير من أحيان تتحول إلى نزاعات والنزاعات لا بد لها من صلح وإذا أردت مزيدا من البيان نلقاك على الساعة التاسعة ليلة إن شاء الله إن شاء الله في برنامج والصلح خير طيب ماليكة من عمقات ما هو الاستغفار الذي يغير الأقدار هو ذكرنا قبل حين يا ماليكة أن الله عز وجل قادر على أن يغير الأقدار بالدعاء بمطلق الدعاء لأن الدعاء مستجاب إن شاء الله وطبعا إذا اجتهدنا في تحقيق أسباب الاستجابة من أكل الحلال ومن النية الخالصة إله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك والليقين في الله عز وجل وحسن الظن بالله تعالى هذه بعض الشروط التي من أجلها ربنا عز وجل استجب الدعاء وقد وعد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء إذا دعان وقال ربكم دعوني أستجب لكم هذا وعد الله والله ليخلف المعاد ذلك نؤكد على أن الدعاء قد يكون سببا في دفع القضاء في رد القضاء بقدرة الله عز وجل وهو قادر على كل شيء واستشدنا بالآية 82 من صورة يسين إنما أمره إذا أرد شيئا أن يقول له كن فيكن ما قلناه عن الدعاء نقوله أيضا عن استغفار صحيحة يعني الدعية الاستغفار كثيرة منها سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هذا السيد الاستغفار فالدعاء بمثل هذا الدعاء جميل نسأل الله عز وجل أن يكون ذلك سببا في دفع البلاء وفي تغيير الأقدار بما ينفع الناس فقلت استغفر ربكم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنينا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا الأقدار كلها تغيرت كلها تغيرت شكرا لك يا محمد وصيد سيدنا نحن عفوزنا دكتور نحن في التذكير سيدنا نحن سعمية وخمسين سنة عمر الدعوة نعم بلا ملل ولا كلل يجتهد يجتهد في الدعاء وفي الدعوة يدعو الناس إلى الطريق السوي هذا قدوتنا في طول النفس طول النفس الصبر الجميل والنفس الطويل تسعمية وخمسين سنة وما ملش يعني ما تعبش وقالهم فقلتوا استغفروا ربكم إنه كان غفارا ما يجيش أي واحد مننا ربما يدير دعوة يوم أو يومين شهر أو شهرين يقولك تعبت خليهم صلى الله العفو العافية آمين هاجر ملمسينة قالت بالنسبة لمسح مقدمة الرأس فقط في الوضوء حكم من يفعل هذا الجواز الجواز لأن الحمد لله للرجل والمرأة للرجل والمرأة سيان والمرأة تحتاج هذا الأمر أكثر يعني وما تكون في موقف توضى لا تستطيع أن تنزع خمارها فهذا يجزي تدخل يدها تحت خمارها ونسليدها الله يبارك إما نعمل بمقتضى معنى الباء التي ذكرناها وامسحوا برؤوسكم الباء تفيدل إلصاق الإلصاق ما التساقط يعني اليدوين التساقية هذا يجزي أو تفيد معنى آخر وهو التبعيض يعني بعض الرأس يجزي فهذا أمر جائز ليس في ذلك حرج ثم أنه في المالكية السادة المالكية لهم أصل من الأصول وهو أصل المهم أصل مراعاة الخلاف وبالنسبة لحكم رد مسح الرأس كان مسح الرأس ورد مسح سلسنة نعم إذن ليس بواجب ليس بواجب بارك الله فيك شيخ هاتينا إلى خاتمة العدد والبرنامج صلى الله حسن وخاتمة آمين إن شاء الله في الدنيا والحوز في الآخرة نقول تحيات أسرة الخدمة جميعا الذين كانوا معنا وبرفقتكم أيها الحباب الكرام نهاف الإخراج زميل عبد المنعم في تلقي المكالمات الإخوة في الإضاءة وكل من كانوا معنا في البرنامج شيخنا سعيد يلتقيكم في حدود الساعة التاسعة وعدد جديد من برنامج والسلح خير إن شاء الله ترقبوا البرنامج ولا تذهبوا بعيدا عن برامج قناة القرآن الكريم دمتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة